إذن للتعليق والحديث أكثر ينضم إلينا في الستوديو دكتور سوفيان أبو زيدة الوزير الفلسطيني السابق والقيادي أحييك دكتور سوفيان دكتور سوفيان نبدأ بتعليق وقراءة بتصريحات نتنياهو ما بين قرب من تحقيق النصر القضاء على حماس من جهة محاولة استعادة العدد الأكبر من المحتجزين من ناحية أخرى رفضه لإنهاء هذه الحرب ألا تعتبر متناقضة نوعا ما يعني على الأقل متناقضة بما يقوله الرئيس بايدن ما قاله أمس وما قاله وزير خارجيته في تل أبيب أمس بعد اجتماعه مع نتنياهو ولكن أعتقد أن سبب الرئيسي في هذه اللهجة الأمريكية سوى كان لهجة بايدن التي تحدث بها عن قرب التوصل إلى اتفاق وعن جهود أمريكية وكذلك عن اللهجة التفاعلية التي تحدث بها بايدن بلينكين بعد اجتماعه مع نتنياهو أعتقد أن لها ليس فقط لها علاقة بالموقف التاريخي الأمريكي على الأقل طوال العشرة شهور الماضية منذ السابع من أكتوبر ولكن أيضا على ما يبدو لها علاقة بمؤتمر الحزب الديمقراطي الذي كان مع قودة أمس لأول مرة كوتر أن في الحزب الديمقراطي بين الجمهور الصوت الفلسطيني أو الصوت المؤيد لفلسطين والفلسطينيين يرتفع ولذلك قرارات الحزب جاءت صحيح تقليدية بالنسبة لإسرائيل دعمها والحفاظ على الأمنة والأخرى ولكن أيضا تحدثوا بشكل واضح عن ضرورة وقت الحرب وعن ضرورة قيام دولة فلسطينية بمعنى حاولوا أن يكون هناك توازن بلينكين عندما بعد خروجي من لقائي مع نتنياهو وأقضي إلى المؤتمر الصحفي الانطباع كان أن هناك انقلاب في موقف نتنياهو أن نتنياهو غير موقفه وأنه أبدى مرونة ولكن هذا الأمر اتضح أنه بالمطلق غير صحيح بالمطلق نتنياهو فضحه بمعنى نتنياهو صدر بيان مكتبه وبعد ذلك هو اليوم قال في لقائه مع أهالي الجنود القتلى وبعض عائلات المحتجزين وهو هذا فورم يميني بالدرجة الأساسية اعتاد نتنياهو أن يلتقي معه قال لهم لن نخرج من فلادلفيا وسنبقى في نتسارين وستستمر ونستمر في حربنا ضد حماس يعني بمعنى هل تعتبر لهجة تحدي؟ يعني هي ليست هذا هو الموقف هذا هو الموقف بمعنى يعني هذا موقف ليس جديد السؤال الذي يعني يحير لماذا بلينكين يتحدث بهذه اللاجعة؟ هل هو يعني ضلل من قبل نتنياهو في الاجتماع وأوهم نتنياهو أنه بالفعل لديه الاستعداد أن يبدي مرونة ويغير موقفه؟ أم أن عمليا بلينكين هو يلعب بدور متناقض لا يليق لا يليق بدور دولة عظمى ووزير خارجية لدولة عظمى أن يتحدث بأمور هي تماما عكس ما يحدث اليوم كانت هناك تصريحات كثيرة يعني يجب أن يسمعها بلينكين يعني بمعنى عندما مسؤول سياسي إسرائيلي كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية يقول أن كلينتون تفهم حاجة إسرائيل الأمنية للبقاء في محور صلاح الدين في لديلفي طيب ما هو بلينكين يجب أن يستمع ليس لهذا المسؤول يجب أن يستمع إلى قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل يجب أن يستمع إلى وزير الحرب الإسرائيلي قلان يجب أن يستمع إلى رئيس الأركان هيرتساليفي الذين يقولون له ليس لدينا مشكلة بالانسحاب من فلادلفي ونستطيع أن نعود عليه إذا نزم الأمر بعد سبع دقائق نحتاج إلى سبع دقائق للوصول إلى هذا المحور إذا أردنا العودة إليه بمعنى طب أين هي المسؤولية الأمنية أو الحاجة الأمنية للبقاء في فلادلفي هل لا يسمع بلينكين هذا الموقف؟ هل لم يسمعه من قادة الأجهزة الأمنية؟ ولكن من الواضح جدا أن نتنياو حتى الآن يتلاعب بالجميع بما في ذلك بالأمريكا إلا إذا كانوا هم سدج إلى هذا الحد لا يعرفون أنه يتلاعب بهم طيب الآن إذا كان هذا هو موقفه وكأنه لم يتم إحراز أي تقدم لماذا ستستمر المفاوضات خلال الأيام القادمة؟ لم يكن هناك مفاوضات جدية الوفد الذي جاء إلى القاهرة أمس وأعتقد اليوم سيعود يعني يومين هو يعني سيعود بلا شيء لكن هناك حديث عن الاجتماع مرتقب يعني لمسؤولين رفيعين مستوى مفترض مفترض كوثر أنه ابتداء من يوم الحد تداء من أمس أن تكون هناك اجتماعات للجان مختلفة لأربع لجان بما في ذلك اللجنة التي تعني بموضوع فلاديلفي ما سرب اليوم أن إسرائيل طلبت تعديلات في اتفاقات كم ديفيد يعني للبقاء في فلاديلفي بمعنى حتى الوفد الإسرائيلي الذي ذهب مقيدا مكبلا بقرارات نتنياهو نتنياهو عمليا وليس لديه حل وبالتالي النتيجة معروفة أنه لن يكون هناك على الأرجح اجتماع لرؤساء النجان أو لقادة القادة سواء كان الوسطاء أو الطرف الإسرائيلي والأمريكي لن يكون هناك اجتماع لتتويج الاتفاق بمعنى يعني الأمور واضحة جدا في ظل تصريحات نتنياهو وفي ظل التضليل الذي يمارسه بلينكين ومارسه بلينكين لا أعتقد أنه أصلا سيكون هناك اجتماع وإن كان اجتماع يوم الخميس أو تم تأجيله يوم الأحد القادم أو لبعد أسبوعين أو شهر إن لم يكن هناك تغيير جذري في المواقف وبالتالي في الموقف الإسرائيلي لن يكون هناك اتفاق سأتي اللحظة لو سمحتي اليوم قادة أيزنكويت والذي كان عضوا في مجلس الكابينيت الأمني المصغر مجلس الحرب اليوم في مقابلة له مع أحد الإذاعات الإسرائيلية قال التالي قال منذ البداية جميع أو غالبية الأعضاء في هذا الكابينيت اقترحوا أن تكون هناك صفقة كاملة مرة واحدة تحت شعار الكل مقابل الكل الوحيد الذي أصر أن تكون الصفقة على مراحل هو نتنياهو وبالتالي هو يقول بمعنى يقول أنه يحمله مسؤولية الأسراء الذين حرروا جثامينهم اليوم وهم أموات لأنهم جميعا الستة الذين تم تحرير جثاثهم من غزة من خانيونس ليلة أمس أو قبل يومين لم يعلنوا بالظبط متى هم كانوا أحياء بمعنى أسره أحياء وبالتالي الذي يتحمل هكذا ما أراد أن يقوله أيزنكوت أن الذي يتحمل مسؤولية موت هؤلاء هو نتنياهو لأنه رفض كل الخيرات اليوم قبل قليل أحد أمهات الأسرة في غزة قالت الموساد الموساد أبلغني بأن في ظل الظروف السياسية الحالية لن تكون هناك صفقة تركيبة الحكومة لن تتيح إلى تواصل لن تتيح صفقة الموساد أبدا قال أبدا فهي ردت عليهم قالت نعم هو قالوا ولكنهم يخشونها مكتب نتنياهو نفى نوعا ما هذا يعني أيضا بشأن هذا التصريح ولكن الرأي العام الإسرائيلي يعني مقتنع قبل يومين كانت هناك تسريبات إسرائيلية تفيد بأن نتنياهو في هذه المرحلة هو فعليا معني بتوصل إلى اتفاق وأنه يجري مشاورات لإقناع حزبي اتلافه الحاكم المتطرفين يعني نتنياهو يعني يجب أن يكون الإنسان ساذجا لكي يصدقه على الأقل في الإعلام الإسرائيلي ليس هناك من يصدقه وليس هناك من يأخذ محمل الجد ويدركون أن نتنياهو يقول اليوم شيء وبعد دقاق يقول شيء ما أخر شكرا جزيلا لك دكتور سوفيان أبو زيد الوزير الفلسطيني السابق والقيادي شكرا